موسيقى مقتل شخص وجرح آخرين بعد الهجوم على بوابة 60 جنوب مدينة جدافيا موسيقى السوحن يلتقي مع سلامة ويؤكد ضرورة التصدي لمحاولة عرقلة العملية التفاوضية موسيقى اجتمرار انقطاع مياه النار الصناعية على معظم مدن المنطقة الغربية موسيقى مشاهدين الكرام هذه نسرة الثالثة اقدمها لكم من قناة ليبيا بن راما طيب الله اوقاتكم اكد مصدر طبي وصول قتيل وجرحين الى مستشفى محمد المقريف بعد اصابتهم في هجوم مسلح على بوابة 60 جنوب غرب جدافيا الاربعاء مؤكدا ان المستشفى تسلم جثة احد الجنود احمد موسى الفاخري وجرحين ادخل الى غرفة العناية الفائقة على الفور مشيرا الى ان الجهات المختصة ابلغتهم ان هناك المزيد من الضحايا في طريقهم الى المستشفى مؤكدا ان عمليات التمشيط ما تزال مستمرة في محيط بوابة 60 وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف عثمان جويلي مدير المكتب الاعلامي لمستشفى محمد المقريف في مدينة اجدابيا ارحب بك سيدي الكريم ما هي تفاصيل هذه الحادثة وهل العدد عدد الضحايا مرجح للازدياد نعم السلام عليكم وحمد الله بالنسبة للخصوص عملية اليوم وردنا من بوابة 60 تقع جنوبا على مدينة اجدابيا وردنا ان هناك حصل الشباك في تمام الساعة السادسة صباحا بعد ذلك تم وصول جثمان احد الشهداء احمد الفاخري بعد ذلك وصلنا ثلاث جرحة وحبا نؤكد المعلومة ثلاث جرحة وليس جريحين احدهما فقط من هو بغرفة العناية وهو السيد سعيد انبارك اما بخصوص جريحين الاخرين فهما سند عبد الحكيم وعادل سعيد اخو الجريح الاول وهما الاثنان بحالة جيدة بعد ذلك وصلنا لجثمان المرحوم نفتيح لليوي المغربي بالنسبة للشهداء الاثنان من مدينة اجدابيا بالنسبة للجرحة الثلاثة من مدينة البيضة وهؤلاء جميعا ينتمون للكتيبة 58 مشاهد من مدينة اجدابيا بخصوص ما حصل هناك وعمليه التمشيط لم يردنا بعد ذلك الى هذه اللحظة لم يردنا اي جريح او قتيل من هناك ولكن تم التمشيط في محيط البوارب وعفت الستين ولكن تم تصنيف من كانوا هناك من من ينتسبون للجيش الليبي على انهم مفقودين حتى هذه الساعة لم يجدوهم لم يجدوا جاتمينهم ومن كانوا قد يجب نسأل الله ان لم يقتلوا وهذا الى حد هذه اللحظة هذا اخر مستجدات لدينا بالمستشفى محمد بن مقالب في مدينة البيضة طيب عثمان يعني بالتحديد كم عدد الضحايا الى الان حسب المعلومات الواردة اليك بالتحديد الى الان سيد الكريم ما استطيع ان اجزم به هو ما قد وصل للمستشفى فعلا وهما قتلين وثلاثة جرحة فقط ما وصلنا برغم من ان العدد الذي كان هناك يقوم بعملية الحراسة في النقطة الامنية هناك في بوابط الستين اكثر من ذلك كما بلغني من مدير نقطة امن المستشفى بالمستشفى طيب عثمان المعلومات الواردة عن هذه الحادثة انه تفجير تفجير ربما بسيارة مفخخة هناك معلومات ايضا تشير بان هناك تصفية جسدية لاعضاء الكتيبة الرابضون في الموقع ما هي صحة هذه المعلومات؟ بالنسبة لعملية ان تكون تفجير او هجوم فما وردني انا على انه هجوم وليس تفجير سيارة مفخخة والله اعلم ولكن ما احب ان اؤكد عليه ان هناك تصفية جسدية لأحمد بوراص الفاخري حيث فصل رأسه عن جسده وقد وقفت على ذلك بنفسي كما كانت طريقة قتل الشهيد الثاني اللي هو مفتاح لليوي المغربي حرقا وكانت نسبة الحرق كبيرة في الجسم وقد وقفت على ذلك شخصيا وقد وقفت بالجسمانين في الثلاجة بالمستشفى عثمان اصابع الاتهام مباشرة اتجهت الى تنظيم الدولة يعني هل تؤكد هذه المعلومات ان التنظيم الدولة هو من قام بهذه العملية؟ والله هي الملامح التي قامت بها الملامح التي حدثت هذه العملية تشير بصابع الاتهام الى تنظيم الدولة ولكن لا استطيع ان اجزم بذلك لانه لم يتم القبض على احد افراد القائمين بهذا الفعل الشنيع والاجرامي وكما اؤكد انه الى حتى هذه الساعة لم تتولى جهة ما القيام بهذا الهجوم الغادر نعم عثمان جويلي مدير المكتب الاعلامي لمستشفى محمد المقريف في اجدابيا شكرا جزيلا لك بحث رئيس المجلس الاعلى للدولة الثلاثاء خلال لقائه في العاصمة رابلس الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتطورات العملية التفاوضية واكد السوحلي ان نجاح المفاوضات مرهون بالتزام المجتمع الدولي بتعاهداته بتصدي لكل محاولات العرقلة سواء كانت محلية ام اقليمية من جانب اخر اكد سلامة ان تحقيق اي تقدم ملحوظ يكون بالوصول الى صياغ توافقية مقبولة حول بعض النقاط الخلافية العالقة ومشددا على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لدفع عملية التفاوضية حتى تحقق نتائج المرجوة منها هذا والتقى المبعوث الاممية لذا ليبيا غسان سلامة مع ثمانية اعضاء من مجلس النواب المقاطعين في العاصمة رابلس الثلاثاء واطلع المبعوث الاممية النواب بالمستجدات السياسية والتطورات التي تخص المرحلة الاولى من الخارطة الاممية المتعلقة بتعديل الاتفاق السياسي وقال عضو مجلس النواب المقاطع فتح بشاغة لقناة ليبيا بانوراما انهم اكدوا لسلامة ضرورة تطبيق خطته كما اعلنها واصفا في سياق ذاته اللقاء بالجيد طبعا كان لقاء السيد غسان اليوم بالنواب المقاطعين الذين يلتحقوا بالبرلمان لعدم تنفيذ تطبيق الاتفاق السياسي طلعنا السيد غسان على جولة اللقاء باللجنة السياقة وفق المادة 12 وكان ايضا انتباحتنا مع السيد غسان على تطبيق الخطة كما اعلنها في مجلس الامن وعلى الصعوبات التي تعترضها وكذلك ايضا على مرحل هذه الخطة وكان لقاء جيدين من جهتها قالت عضو مجلس النواب المقاطعة سيد العقوبي انهم تطرقوا خلال لقائهم سلامة الى الية عودة المقاطعين الى المجلس وكيفية تنفيذ الامر وفقا لمقتضيات الاتفاق السياسي والمسارات المتاحة وذلك للعمل على تفعيل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من الاتفاق السياسي حدثنا اليوم في لقاء مع السيد غسان سلامة بخصوص احاطتنا بمجمل التعديلات التي حدثت في تونس ما بين لجنة مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ويعطانا علم بالتطورات الاخيرة في هذه المحادثات ثانيا تحدثنا في الية عودة المقاطعين وكيفية تطبيقها حسب الية الاتفاق السياسي وما تنص عليه المادة 16 و 17 و 18 من بنود الاتفاق السياسي في عودة النواب المقاطعين هذا اوضح عضو لجنة حوار ومستشار المجلس الاعلى للدولة في ليبيا اشرف الشح ان المجلس الاعلى عرض صياغة معتدلة للتعديلات المراد تضمينها في الاتفاق السياسي خلال الجولة الثانية التي اختتمت في تونس السبت الماضي الشح اشار في تصريح وكالة اكي الايطالية ان ثلاثة اعضاء من لجنة حوار مجلس النواب لم يسمهم رفضوا الصياغة المقدمة من المجلس الاعلى مضيفا ان الثلاثة طلبوا بترسيم موقع لخليفة حفتر بشكل دستوري الامر الذي تسبب في عرقالة خروج التوافقات الايجابية وفقا للشح وفي السياق ذاته اكد وزير الخارجية الايطالي انجلينو 2003 دعم بلاده لجهود مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة مشددا في تصريح ادلى به على هامش المؤتمر الاول لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا مع دول شمال افريقيا في باليرمو على اهمية التوصل الى اوسع توافق ممكن بين شرق البلاد وغربها داعيا الى ان تكون السلطة العسكرية خضعة للسلطة المدنية لا يزال المواطنون بترابلس ومعظم المناطق الغربية يعانون من انقطاع مياه النهر السناعي لاسباب امنية تتعلق بمطالب من مسلحين قاموا باغلاق خط الامداد الرئيس من المصدر الزميل زياد الحجاجي وفانا بالتقرير التالي تزامنا مع البيان الذي اصدره جهاز النهر الصناعي عن البدء في صيانة الدوركة في احدى الصمامات بالخط الرئيسي للمياه الذي يغدي طرابلس وباقي المناطق الغربية اعلنت مجموعة مسلحة نيتها قطع المياه عن مدن الساحل والجبل من اجل الافراج عن شخص مقبوض عليه في احدى الجهات الامنية بالعاصمة ونوجه بهذا البيان الى جميع الليبيين الخيرين الشرفاء الذين لهم لهم حس الوطني وان يتضامنوا معنا بحقنا ومطالبنا وعليه فان مياه النهر متوقفة حتى يتم الافراج عن ابن الجنوب المقدم المبروك حنيش اولى التهديدات طالت محطة الكهرباء الفرعية بالحقل الغربي المغدي لمنظومة الحسونة حيث رد جهاز مشروع النهر باصدار بيان استنكر فيه العمل وفي تصريح لليبيا بانوراما اشار مدير عام منظومة الحسونة الى ان اعمال صيانة انتهت بالكامل وارجع انقطاع المياه لأسباب امنية نتيجة المشكلة الاخيرة اللي صارت كانت اربكة الفريق وخلتها يشتغل تحت ظروف امنية سيئة وتحت ضغط نفسي ولكن الحمد لله اصروا باصرارهم وتمكنوا فضل من الله سبحانه وتعالى تمكنوا من انجاز العمل ويخفيه متى فترة اقل من فترة حتى المخطط لها رجوع المياه هذا يعتمد حل الاشكالية القائمة في منطقة الحقول ما زالت الجهود مستمرة في ايجاد البدائل لمياه النهر في وقت الازمات الا ان ذلك لم يمنع الخيرين من التواصل مع الجهة المسؤولة عن انقطاع المياه لحل المشكلة ان شاء الله نتوقع ان الاخوة في الجنوب من خلال اخوة مجدين في مغادي انها حيتم ان شاء الله حل الاشكالية وحل حالة المشكلة هذه الموجودة وطبعا احنا في الاخير احنا الليبيين يجب ان كل واحد يعني ان هذه بلادة يعني سواء احنا كنا في تواصل مع اخوة من الجنوب انهم كلهم معين ان هذه المشكلة يعني لاجب ان تكون لانه يجب ان يعاني المواطن في منطقة من ليبيا من الظروف هذه القاسية مبدأ لابد ان يتفق عليه القاسي قبل الداني الا وهو ابعاد قوت ومقدرات الشعب الليبي عن اي تجاذب او مطالب وعلى الجميع العمل بروح التكافل فكل مدينة لها الفضل على الاخرى بتقديم الخدمات للمدينة الاخرى وما يجمعنا هو الوطن اعلنت هيئة الرقابة الادرية ان منظومة الرقم الوطنية التي اتبعتها وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطنية ادخلت ما يقارب من مليوني رقم وطني لمنظومة المرتبات لوزارة المالية المزيد متابعه في سياق التقرير التالي في تقرير اعدته هيئة الرقابة الادرية كشفت من خلاله ان منظومة الرقم الوطني التي اتبعتها وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطنية في الفترة من الاول من مارس عام 2015 حتى بداية 2017 وفرت ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويا من بند المرتبات وخفضت البند من 24 مليار دينار سنويا الى 19 مليار سنويا بما في ذلك العمل الاضافي وعلوات التميز والتأمين الطبي وساعة التدريس واضاف التقرير ان ما يقارب مليوني رقم وطني ادخلت لمنظومة المرتبات الهيئة وفي تقرير لها اوضحت ان المنظومة اعتمدت على تصفية شرائح المستحقين للمرتبات وذلك بإيقاف مرتب كل من لديه زواجية في الوظيفة بصرف مرتب واحد فقط لكل موظف في الدولة حيث بلغ عددهم 100 ألف الى جانب إيقاف مرتبات صغار السن ممن لم تتجاوز اعمارهم السن القانونية للعمل ووصل العدد الى 1732 موظفا متوسط اعمارهم ما بين 10 سنوات و18 سنة كما اوقف خلال 2016 اكثر من 16 رقما وطنيا من كبار السن والمتقاعدين واعتبرت الهيئة في تقريرها ان نسبة الانجاز الحالية وصلت الى 85% من العمل في انتظار البدء في المرحلة الثانية والمتمثلة في ادخال باقي البيانات من الجهات التي لم تلتزم باحضار الرقم الوطني متواصلون معكم وتتابعونا بعد قليل 23 شاحنة تنقل اكثر من مليون لتر بنزين الى مستودع سبه النفطي 23 شاحنة تنقل اكثر من مليون لتر بنزين الى مستودع سبه النفطي 24 شاحنة تنقل اكثر من مليون لتر بنزين الى مستودع سبه النفطي 24 شاحنة تنقل اكثر من مليون لتر بنزين الى مستودع سبهن 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 الى مستودع سبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجح نخبة من الأطباء الليبيين في إجراء عملية جراحية تعتبر من أدق وأصعب العملية للأوعية الدموية والتنصيق مع وزارة الصحة تم تكليفنا بإجراء هذه العملية ومجدد شكري وتقطيري إلى السيد الوزير على هذه الخطوة جبارة بخصوص التوطين للعلاج نامل ومزيد من تشجيع التوطين للعلاج ويلغى علاج للعمر الحالة البالغة من العمر 55 عاما تم تحويلها عن طريق وزارة الصحة للمصحة بترابلس وكان الدكتور علي أبو الشواشي الجراح المسؤول عن إجراء هذه العملية مع عدد من مساعد الجراحين وأخصائي التخذير قد أكدوا أن الحالة مستقرة بعد تكلل العملية بالنجاح الحمد لله بفضل من الله تم مجموعة من العمليات الجراحية في ما صحتنا من بينهم عمليات كبيرة جدا في العوعية الدموية عمليات استبدال شرايين عمليات لحالات أورام كانت تكلف في الميزانية الدولة أرقام معهولة الشيء المطلوب دعمهم للعلاج بالداخل لما فيه من جوانب جيدة سواء قريبة وإلا بعيدة من بينها توفير المال العام تقديم خدمة جيدة للمواطن وتطوير للكادر الطبي اللي هو حيستمر بتقديم الخدمة يأتي ذلك ضمن الخطة التي اعتمدها وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل والاستفادة من الخبرات الليبية في دعم قطاع الصحة في ليبيا تشهد مدارس مدينة مرزق بداية متأخرة للعام الدراسي في غير موعدها المحدد إضافة إلى بعض الصعوبات التي يعانيها القطاع متمثلة في اكتظات الفصول الدراسية والصيانة لبعض المدارس نتابع هنا بمدرسة بن دلواح للتعليم الأساسي بمرزق بدأ العام الدراسي الجديد في موعده غير الرسمي لكنه لم يخلو من بعض الصعوبات لعل أبرزها ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول حيث تجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد أكثر من أربعين طالبا بالنسبة للعقبات التي تواجه المدرسة عدد الطلاب في الفصول الازدحال في الفصول يتراوح عدد الطلاب في الفصول من 38 إلى 42 طالب كذلك بالنسبة للمعدل الطبيعي كان في الصابق من 650 طالب الآن يتراوح عدد الطلاب في المدرسة 79 طالب المسؤولون يرجعون عدم بدء العام الدراسي إلى أعمال الصيانة بالمؤسسة التعليمية مما نتج عنه تأخرها إضافة إلى غياب الكتاب المدرسي إلا أنهم يحاولون بقدر استطاعتهم التغلب على التحديات وبدء الدراسة لأحد المقبل بغية إنجاح العملية التعليمية وبالنسبة للمدرسة بن الواحي في مرزق كانت بداية الصيانة متأخرة جداً وإلى الحد الآن الصيانة قائمة في المدرسة وطلبناهم الإسراع ما أمكن داخل الفصول والانتقال الخارجية في الأخير لتسنى لنا بداية العام الدراسة هذه الأحد القادم من أجل دراسة طلاب يسعى جميع لملمة الوضع بأخطة واحدة تسهم في حلحلة هذه الصعبات ويسير الدراسة بشكل أفضل هدف يضعه القائمون نصب أعينهم أعلن مدير منطقة مصراتا بشركة لبريغا لتسويق نفط 23 شاحنة محملة بنحو مليون وخمسة وثلاثين ألف لتر من وقود البنزين قد توجهت الاثنين من مستودع مصرات النفطي إلى مستودع سبها وأوضح مدير منطقة مصراتا أن عمليات شحن الوقود والغاز تأتي بناء على التعليمات الصادرة من رئيس لجنة إدارة شركة لبريغا لتسويق النفط بإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة البطنية للنفط بخصوص تزويد جميع مدن الجنوب الليبي بالوقود وغاز الطهوة النشرة انتهت وإلى العنوي مقتل شخص وجرح آخرين بعد الهجوم على بوابة الستين جنوب مدينة جدابيا السويح ليلتقي مع غسان سلامة ويؤكد ضرورة التصدي لمحاولة عرقلة العملية التفاوضي استمرار منقطاع مياه النهر الصناعي على معظم مدن المنطقة الغربية في أمان الله اشتركوا في القناة